على كل المشاهدين نفتح النقاش مع ضيوفي ينضم إلينا من بيروت الصحفي والكاتب السياسي مروان قدوم من بيروت المحلل السياسي علي سبيتي أهلا وسهلا بكما ضيفي أبدأ مع ضيفي سيد علي سبيتي إذن في يومين فقط حصيلة تقدر بستمائة قتيل إلى حد اللحظة هل كان يتوقع حزب الله أن جبهة الإسناد التي فتحها ستعود على الشعب اللبناني اليوم وإسرائيل لا تفرق بين مدني وبين حزب الله ستعود عليه بهذا الكم من القتل في يومين فقط مساء الخير لك والضيف الكريم وللمشاهدين العزاء أولا أريد أن أنوه بهذه المقاربة الموفقة ما بين غزة وبين لبنان وكيف أن إسرائيل استخدمت نفس اللغة سواء كان بلسان نتنياهو أو بالنسبة للقيادات الميدانية العسكرية في الكيان الإسرائيلي هناك مقاربة موفقة قارنت بشكل واضح حتى نفس الكلمات نفس المصطلحات نفس الأهداف هذا مما يعني أن هناك أن الإسرائيلي هو من ربط غزة بلبنان وهو من ربط مصير غزة بمصير لبنان وبالتالي مصير لبنان بمصير غزة سيد علي هل نتنياهو هو الذي طلب من حسن بصر الله أن يفتح جبهة الجنوب؟ هل نتنياهو هو الذي طلب منه اليوم؟ يعني أنت تعلمين بأن الحرب العالمية عندما اشتعرت لم يكن السبب الرئيس هو اغتيال الملكة ولا عندما انطلقت الحرب في لبنان كانت سبب بوسط عين الرماني بالتأكيد هناك أسباب أكثر أهمية لحرب استنزاز سواء في المجال الدولي أو في المجال التجربة اللبنانية عندما انطلقت الحرب بالـ 75 في لبنان تمت مباشرة من خلال بوسط عين الرماني ولكن لم تكن كان هناك أسباب جوهرية أكثر أنا أعتقد بغض النظر الآن عن السبب المباشر والذي طبعا هو إشكال وهو سؤال مشروع ولكن هناك معطيات تشير بشكل واضح أن الإسرائيلي لديه مشروع سياسي ينفذ بطريقة عسكرية هذا المشروع السياسي الآن بات واضحا من أعطاه ذرائع هذا المشروع سيد علي من أعطاه ذرائع ذلك؟ لنفترض أن عملية الطوفان أعطت لليمين الإسرائيلي هذه الذريعة إذا لم تتوفر من خلال معركة الطوفان سوف تستغل أي ذريعة أخرى لأن سياسة الذرائع يمكن استغلاله بأي عمل سواء كان صغيرا أم كبيرا طالما أن هناك نية أن هناك خطة أن هناك هدف أن هناك سيناريو إسرائيلي واضح المطلوب هو الآن هو درب القضية الفلسطينية ودرب السلطة الفلسطينية ودرب الشعب الفلسطيني لم يعد هناك مسألة مطلوبة بحماس أو بسلطة حماس سيد علي البعض يقول بأن إن كانت إسرائيل فعليا تحتاج دائما إلى ذرائع لماذا لم تضرب لبنان مثلا منذ 2006 وضربته اليوم في 2024 يعني بالتأكيد أن خطة إسرائيل لها أهداف معلنة وأهداف مضمرة الهدف المعلن أنها هي نفذت بشكل واضح على حرب الفلسطيني أن هناك السبعة عشر سفر واحد عندما تخرق السبعة عشر سفر واحد هذا يعني أن نوايا إسرائيل نوايا مختلفة هي لا تريد أن تهادل لبنان وبالتالي أن تلتزم بالقرار الدولي وأن لا تخرق هذا الاتفاق الدولي وبالتالي لا تعطي الأمل في لبنان دعنا نشرك في النقاش سيد مروان سيد مروان اليوم بعد هذه الحصيلة وهي حصيلة يومين فقط من غارات إسرائيلية لا تزال مستمرة لحد اللحظة هل كان فعليا متوقع بأن تشن إسرائيل هذا الهجوم اليوم دون التفريق بين المدنيين وبين عناصر حزب الله طبعا إسرائيل عندما استنزفت كل الأمور الديبلوماسية ونحن نستذكر أن الموفد الأمريكي آموس هوكستين وصل إلى لبنان عدة مرات وزار أيضا تل أبيب وكان هناك مفاوضات مطولة إن كان مع الجانب اللبناني أو مع الجانب الإسرائيلي ولكن هذه المفاوضات لم تصل أبدا إلى أي نتيجة أولا بسبب تعنت حزب الله بأنه سيبقي على هذه الجبهة جبهة الإسناد مفتوحة في لبنان وعدم قدرة السلطة السياسية في لبنان على أقناع الحزب بأن هذه الجبهة الإسناد ستجلب الويلات على لبنان بعدما استنزفت كل الأمور الديبلوماسية أصبح من البديهي وبعد سنة كاملة أصبح الإسرائيلي محرج جدا ناحية المستوطنين في الشمال فكان من الطبيعي أن يلجأ إلى هذه الضربة العشوائية الضربة القوية لحزب الله للمدنيين للمناطق للبيوت التي يزعم أنها فيها صواريخ لكل أماكن حتى نرى أن في أماكن آمنة في جبيل وكسروان وهي من الغالبية المسيحية أيضا ضربت كون هناك كان يمر عبرها عدد من الشاحنات تحمل سلاح وكان هناك إنزار لتلك المناطق أيضا أن لا أحد في لبنان تحت رأسه خيمة اليوم حزب الله لديه مئة ألف صاروخ ولديه أربعة مليون لبناني أيضا كدروع بشرية يمكن من خلالهم استنزاف إسرائيل والصمود عبر هذه الصواريخ التي يطلقها على إسرائيل وطبعا عبر تموهه أو اختبائه في الشعب اللبناني ونرى أن إسرائيل اليوم تقدر تقصف الولود سيد علي أعود هنا إلى سيد علي سيد علي حضرتك في بداية المداخلة قلت بأن وأثنيت على المقاربة بين ما جرى في قطاع غزة وبين أيضا الذرائع الإسرائيلية سواء في قطاع غزة أو ما هو قادم على لبنان وهو نفس الخطوات ربما تتبعها اليوم إسرائيل ألم يوقن حينها حزب الله بأن جبهة الإسناد هذه لم تحقق حتى الأهداف هي لم توقف الحرب على قطاع غزة ولم تجنب لبنان الحرب التي كانت تتحدث عنها إسرائيل منذ البداية هي قالت بأنها ستتوجه صوب الشمال لمحالة يعني مقاربة موضوع إشغال الجبهة من الجنوب لها مقاربات متعددة علينا أن ننظر نحن المطلوب أن لا نجتهد خارج النص يعني كل الاجتهادات التي نسمعها هي اجتهادات من خارج النص بمعنى أن هذه الاجتهادات من خارج رؤية حزب الله من خارج مقاربة حزب الله للموضوع الفلسطيني وبالتالي لموضوع الجبهة المفتوحة في جنوب لبنان علينا أن نجتهد داخل النص النص الذي يقوله حزب الله في مقاربته أن هناك ارتباط أخلاقي ارتباط شرعي ارتباط قومي ارتباط وطني مع القضية الفلسطينية ومع حركة المقاومة ما الذي حققه هذا الارتباط هل أوقف الحرب على غزة هذا الارتباط ما هو هذه المقاربة تقول نحن أمام خيارين إما أن نتفرج على ما يحصل في غزة وبالتالي أن نحمل جنازة غزة ونطوف فيها في العالم العربي أو في أوطاننا ونشيع هذا الشهيد المجثب على أكتافنا وإما أن نندفع باتجاه مساندة غزة ضمن الإمكانيات المتاحة وبالتالي نكون قد أسقطنا واجبا كما ذكرت شرعيا ووطنيا وقوميا وإنسانيا سيد علي لو سمحت لي أن تأخذ أن تفتح جبهة إسناد تعود عليك وعلى لبنان بحرب فئتون حرب لا نعرف متى تبدأ ولا متى تنتهي وبأي نتائج دون حتى الرجوع إلى اللبنان نفسه هل لبنان فوض اليوم حزب الله بفتح هذه الجبهة وفتح حرب جميل جميل هذا السؤال جميل جدا طبعا حزب الله هو الآن ممثل في السلطة اللبنانية السلطة اللبنانية من خلال الحكومة طبعا الحكومة تقف وراء خيار حزب الله في مقاومته حكومة تصرف أعمال وليست حكومة منبثقة عن انتخابات رسمية هذا المتوفر الآن بأن حزب الله اليوم يمنع من أن يعتلي أي رئيس سدة الحكم في لبنان حتى أنه رئيس غير محسوب عليه نائبه الموسيوي هدد بقتل أي رئيس ليس محسوب على حزب الله يا صديقتي كان هناك رئيسا للبلاد وهو يمثل الوزن الأساسي في الشارع المسيحي هو الرئيس ميشيل عون ومع ذلك كان أكثر من حزب الله ذهابا باتجاه السلاح وباتجاه المقاومة وقال بأن سلاح حزب الله مرتبط بالقضية الشرق الأوسط هذا الرئيس الذي كان موجودا هذا خياره فإذا نحن أمام خيارات موجودة في الصق الوطني سواء كان في الموقع الإسلامي أو الموقع المسيحي سيد مروان هناك خيارات موجودة في نعم طيب سأعود إليك سيد مروان لو سمحت لي هل فعليا اليوم اللبناني يريد جبهة الإسناد هذه هل فعليا أعطى التفويض لحزب الله لبداية هذه الحرب دون العلم بنتائجها وما الذي ستخلفه يعني تحدث الضيف العزيز سيد علي عن اجتهاد من خارج النص إن الاجتهاد من خارج نص عزيزتي هو ما قام به بالتحديد حزب الله عندما أدخل لبنان في هذه الجبهة في هذا الأتون الأتون الإسناد وأتون مناصرة غزة من قرر بأن حزب الله عليه أن يدخل بهذا الإسناد من قرر هذا الارتباط الدولة اللبنانية الشعب اللبناني المجلس النيابي أي ارتباط هناك استفتاء عن هذا الارتباط الذي جلب الويلات على لبنان أي ارتباط معنوي وأي ارتباط عندما تكون دولة مثل لبنان دولة لا تستطيع أن تقوم بشعبها دولة مفلسة دولة مؤسساتها منهارة دولة دون رئيس جمهورية وتتحدث فيها عن إسناد وعن عواطف يعني ليس لها أي منفعة على لبنان أين دول الخليج من موضوع الإسناد أين مصر أين الأردن أين سوريا أين إيران أين إيران تتحدث إيران اليوم عن حزب الله بأنه لؤلؤت هذا التاج ولا تساند أبدا حزب الله بما يتعرض له لبنان اليوم من ضمار الرئيس الإيراني اليوم يقول بأن حزب الله لا يستطيع وحده أن يقوم بمواجهة إسرائيل وطبعا كان هناك مصادر صحفية عن موقع إكسيوس تحدثت عن أن حزب الله طلب مؤخرا من إيران أن تدخل هذا الحرب لمساندته لأن الأوضاع كاليسية في لبنان فكان جواب بأنه ليس الوقت المناسب أجابت إيران بأنه ليس الوقت المناسب لدخول إيران في هذا الحرب إيران اليوم تريد شيئين هي تحارب في الشعب اللبناني تحارب بالشعب اليمني تحارب بالشعب العراقي تحارب بالشعب السوري تحارب بالشعب الغزاوي عبر حزب الله وعبر الحوسي وعبر الحشد الشعبي وعبر حزب الله العراق وعبر حماس تحارب بكل هذه المجموعات من أجل أن تكون على طاولة مفاوضات من أجل هذا المشروع النووي ومن أجل المنشآت النفطية عند إيران لكي تبقى على طاولة المفاوضات العالمية من خلال المفاعل النووي ومن خلال الاقتصاد الإيراني من قال بأن لبنان يريد دخول بهذه المغزى وبالتالي ما الذي تتوقعه هنا سيد مروان لأنه البعض يقول حزب الله لا يقل أهمية عن البرنامج النووي بالنسبة لإيران وبالتالي هي تعلم بأنه ربما سيخرج بأقل الأضرار من هذه الحرب ما رأيه في هذه الفرضية عزيزة الكريمة أنني أتوقع ما توقعناه في عام 2006 أو ستكون تعلم الإسرائيلي من عام 2006 أن أنصاف الحلول لا تنفع على الحدود الجنوبية أؤكد لك بأن هذه الضربات تتسمر على لبنان أعتقد بأن الإسرائيلي وكل التصميم الذي وضعه وهذه الضربات العشوائية وهذه الضربات المجرمة على لبنان تؤكد بأن الإسرائيلي ستكون هذه المعركة المعركة النهائية لديه على هذه الحدود وأن طالت هذه المعركة وأن كان بحاجة إلى اشتياح تكتيك برس يكون به لإنهاء هذه الحالة واستدباه بالأمر نحن لبنان سيتلقى كل الضربات سيتلقى الدمار سيتلقى الشهداء من الآن إلى أسبيع إلى أشهر ربما إلى سنة ونعود إلى تسوية على هذه الحدود سيد علي السبتي أصبح جاهزا معنا عفوا سيد علي أرحب بك مجددا الآن ما المتوقع ما الذي يراهن عليه حزب الله يعني كل موازين القوى العسكرية والتكنولوجية والاستخباراتية تصب لصالح إسرائيل وبالتالي ما الذي بقي لدى الحزب اليوم ليجنب لبنان هذه الحرب وهذه الغارات المستمرة يعني أولا هذا اللطم السياسي الذي يعبر عن عاطفة أكثر مما هو يعبر عن رؤية سياسية لموضوع مثل هذا الموضوع الحرب الآن المفتوحة على لبنان يجب التعاطي مع هذا الموضوع بطريقة سياسية لا بطريقة حاطفية باعتبار أن الشهود التي استدل بها الأخ مروان هي شهود ليست لصالحه أولا لا يتوفر موقف من الكتل النيابية في المجلس النيابي ضد حزب الله وضد جبهته المفتوحة في جنوب الله هذه النقطة من رئيس البرلمان في لبنان يا سيد علي أنت تعلم والكل يعلم ولكن دعنا ننتقل إلى النقطة ثانية كل القوى اليوم منشيره يعني من بطء كل القوى اليوم هي تصب في صالح إسرائيل حتى حزب الله نفسه يعلم بأنه وهو أقر بذلك نصر الله أقر بالقدرات العسكرية الإسرائيلية اليوم على ماذا يراهن الحزب من خلال الاستمرار في جبهة الإسناد هذه يعني طبعا هناك إذا أخذنا الموضوع بتوازنات القوى وموازين القوى طبعا هناك خلال يعني لا أحد يقول بأن أحدا يملك قوة إسرائيل التي تستند إلى دعم غربي مفتوح وعلى رأس هذا الدعم الغربي إمكانيات الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحكم بمصار العالم فلا أحد يقول بأن هناك نوع من التوازن هناك حركة مقاومة تملك إمكانيات مقاومة هذه الإمكانيات المتاحة تشكل نوع من الردع لإسرائيل أمام عدوانها الدائم والمستمر على لبنان من هنا هذه الإمكانية يراهن عليها حزب الله راهن عليها في السابق وناجح وتجربته في هذا المجال كانت ناجحة في كل مصار الحروب مع إسرائيل كان خصما ناجحا وبالتالي أزال على كل سيد علي أنا ود أن أستكمل هذه المداخلة في أي قطر عربي نفذ وقتها على كل هذا نقاش نقاش طبعا يحتاج دائما ماذا لم يستخدم بعد هذه الأسلحة الإستراتيجية حزب الله ما الذي سينتظره وكم من مدني سيسقط بعد ذلك على كل من بيروت المحلل السياسي علي أسبيتي ومن بيروت أيضا الصحفي والكاتب السياسي مروان قدوم شكرا جزيلا لكم